من حقك تعرف حقك وكي نعرف مرتاح في هذه المنطقة ستعرف ما هي الأشياء التي تجد عليك كيف يمكنني أن يستفيد من التعايد من الجامعة لأنه لا يوجد مشكلة بسببهم وفلوس وكيف يمكننا أن نجبر الموضة التي لا تريد أن يعمل منه ويستعمل السلطة يعمل منه وكيف يمكنك أن نتبع طريقك وكيف يمكنك أن تجد الأموال التي تجد عليها وكيف يمكنك أن تصرف وكل شيء يكون يطرقها لأدوني ونبدأ لكي نعرف مرتاح كما قلت لك هذا السلطة نبدأık يعني ما هو هو الخطط والذي والذي الذي تخدمه منك وك pau نجبر على الأموال وهذا ارودت العد whopping التي تتأديcu وكأنك Elite تتأديك 밤 تتنيم من الملحلة كما تسقط يمكنك أن تجده بطريقة قانونية أن أعطيك الفلس وهذا سأقول لك كيف ستأخذ الفلس ونبدأه لا يجب أن تعيش بمرتاحة الليلة الليلة التي تؤديه وانت مجبراً ما تؤديه وكيف ترتاح من الليلة التي تؤديه بتيت عند ملحانة أخذت فرطية الزيت وانتوش 24 درام مثلا 24 درام عقل معي 24 درام الدولة التي تعطيها أنت بلا ما تشعر أعطي 24 درام أوطماتيك 20% الطيفية تأخذ الدولة تأخذ الدولة وانتوش 24 درام فيها ملحانة فيها الشركة التي تخلص العماء فيها المنتوجات التي تشتري وفيها الكثير من الأشياء ببارة درام حقصنا 4 درام نعرفها كمتد هذه 4 درام معظم الإجمالية لأن المغرب يشتري كثير من الأشياء ومنتوجات بزاف وكلها تأخذ منها 20% 20% كمتدام تقريباً 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 وأنا أرجع لك الأنارة الأزباب تدبير المفوض تدبير المفوض لكي تدبير المفوض مع شركة الأزباب وكي تخلصهم عمال لكي يجمعون النفايات طرقاً تصاوب الحفارة وهذا أهم نقطة ركزناها الحفارة ونقول لك كيف ستتسافذ من فلوس بسبب الحفارة التي لم ترى تقولوا الله لا يأخذ الحق لا يأخذ الحق لا يأخذ الحق لا يأخذ الحق أعم ولكن رزقك سوف يتأخذ وأنا أقول لك ستتأخذ دعاً ستعرضك إلى العمل وقام به شركة الأزباب لا أجل سأعرض العمل ولكن الشركة هي تقدم المفوض لا تنزل سوف يدخل مفوض القضائي لماذا؟ أخيانا الحفرة يزبني لكي تهرز والحفرة ديال الجماعة يما حفرة يما مثلا أشغال لا يريدون أيضا مثلا البلاكة ديال الأشغال يما شخص يزنون يما فيها لا يوجد حفرة هو مثلا اللحمة نوت بيكالا موتور طرالت مشكلة بيكالا بيكالا الأخر تضعها تضع بيكالا إلى حين تقعد الأمور ديالك وتجيب مفوض القضائي وكيف تضع المطار وعلى الطنوبيل كانت تغيير أضرار غير مادية ولكن كانت جسمانية وكيف تقول تبقى تبقى المطار يحتاج لك ستعطى مجترا ومن تجيب الأسعب قبل أن تضع معك أخوين المثال المحضر ديال المفوض القضائي أن السبب هي تشعر لها فالنار كله والطاياع الإطرالية الأسبب أخوة الجماعة لا تقوم بيكالا وكيفه أخيان تأخذ فلوسة سنقولك كيفه من الذي تقوم بها و علي أن تسعر كيفية و لكن تدعو أخر تحرر عامل و لأولئة و لأعقلين و لأشخاص الذين يطلبوا أخرى تتعطي و كيف ترى الممثال 되مثال لا تحضر الوصول على المفوض القضائي و تعطيه و الأخرى تنوذر فقبل أن تتبقوا تدعوه و لأخرى تخطيه سأسطيع مثلا واحد سنطلب 3 قانونية لا تفعل فكرة إذا لم تتتعر لكن يجب عليك أماماً أماماً يقول لك أنا أخي الأخي سأعطيك أعداء الأضرار التي تسببنا لك تسببت في الجماعة حيث أن الناس التي يرونها لم تجدوا أنهم أعداء الأضرار هل ستجدونك أنها تتجدون الأضرار لا تتجدون لا تتجدونهم لماذا تقوم بإحداث المحاكم الإدارية؟ ما تقول لك؟ تخصص الإدارات النظر في تعويضات على الأضرار التي تسبب نشاطات أعمال أشخاص القانون العام لم يكن أصرف أشخاص القانون العام الجماعات التوربية المؤسسات الدولة المجموعة المؤسسات أي مشكلة تقوم بسبب الأشغال المؤسسة عموية هذه الحكام الإدارية تنص عليها و تتعطي حقك و تتعطي حقك حيث إذا كنا نتعطي ممثلتها 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 113 قمت بتعليق الجماعات ممثلتها 223 و تقول أن عمال رئيس الجماعات هو الشخص الذي يمثل الجماعات من المحاكم الإدارية و تكون الممثلتها و من الممثلتها و شخص من الممثلتها ستكون ممثلتها فإن 200 و تلقي المحاكم الإدارية و تأخذني تقول ليس أن ستنخدمك ستخرج ليك ونعود إلى الموضوع الجماعات إذا نفعله أن تدور الأعوان السلطة هنا من الخلال أن يتحدث في الجماعات ونريد لم يتخدم مهما يتحدثون لكم في استعبار السلطة يتحدثون أيام نقطة مثلا يريد أن تستخدم أخي أسرف لا يريد أن تتخدم لا يتخدم لا يريد أن تخدم لا يتخدم، لا يتخدم لأنك تغوّد إدارة الوعدية لك كموظف أو كموظفة وضعك الوزارة الداخلية مشكورة لكي تخدمني و تبسطني المساطر لا تقوم بها كمواطنة لكي تقلّب على العون السلطة الذي هو في الأصل دوره استخباراتي و يكون في عدد أشياء أخرى يبدو أن نقلّب عليه آنا في الزمق لكي يسيني لي ورقة ومعضوز ذلك الصيفة كيف حدث؟ لا لا، الأسيدي، الموظف تصل بالعون السلطة ومنطقة له يسولون أشرف بالمدن وماذا يسكن تماما؟ وماذا يسكن تماما؟ وماذا يقوم بالعنوان فلان فلانة كيف لا يقوم كيف لا يدائل؟ إذا قلت لك أه؟ أعطينا أختي الرخص للشهادات السلطة دعني أذهب في حالاتك إذا قلت لك لا، دعني أقلّب لك على تبرير آخر ونرأت ضد الوالي وماذا أخرى نجيبها لك إذا قلت لك لا نشان ومبغات وما يزال تذكر معه إذا قلت لك بشهادات السلطة وإذا قلت لك بشهادات المشاركة وما أتجرب الرشوة وإذا لم أتجرب الرشوة الأحدة وما تنكر معك سأتكلم الإدارية مالذيك سأتكلمت بشهادات المشاركة أما أنه لك الرشوة سأتكلم بالنسبة للعنوان وإن تحرق المساطعة فيها سأرى مؤخرة في الفيديوه سأقدم أعطينا بشهاد السيد ومكان واعي أن يطلقهم سأعطيك رجالة صريحه وقال لك أن تصليت الظهر ولم تصلي العصر تبقيتم أرزوه لي هاكا بدل بدل كلمة جارة يعني إذا أعطيق عن وفادتنا لا أريد أن تخدم بي إذا أعطيق اللي يأكل عليك ها تعيش مرتاح كتمنى يكون هذا الشيء واضح وما يزال ينذبعيه لكم من زيان كيفاش نأخذ حقنا ومن حقك تعرف حقك